موسيقى مساء الخيرات قصتنا لليوم قصة مؤلمة جدا لأنه الضحية فيها هي سيدة أربعينية من ذوي الاحتياجات الخاصة اتهمت بأنه هي إلها علاقة مع واحدة من السيدات لكن ثبت أنه هالكلام غير صحيح في النهاية هلأ رح نسمع تفاصيل قصتنا والأشخاص اللي ما بيحبوا هالنوعية من الفيديوهات رجاء لا تكملوا لكن بعد الفاصل القصير اللي خلاله أكيد رح تدعموني بلايك اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم أي فيديو جديد وكمان يا ريت لو تدعموني من خلال عمل شير لبعض الفيديوهات أو الحلقات اللي بتعجبكم في القناة نسمع تفاصيل قصتنا بعد الفاصل قصتنا صارت بتاريخ واحد فبروري من العام 2006 في مدينة جميلة من مدن ساث داكوتا بسموها سوفل فيها المدينة وفي يوم عادي جدا في شركة مختصة بتصنيع الجوائز والكؤوس الخاصة بالفرق الرياضية اسمها جيديز هاي الشركة تعمل فيها سيدة ملتزمة جدا في عملها اسمها دارلين فاندا جيسن وعمرها 42 عام معروف عنها إنها ملتزمة جدا في عملها بتتغيب في اليوم الأول وما بتخبر المسؤولين عنها يعني بيعتبروه شيء غريب لكن عادي لكن لما تتغيب في اليوم الثاني وأيضا ما تخبرهم هنا بيبدوا يخافوا عليها بيتواصلوا مع أفراد عائلتها والد ووالدة دارلين واللي عندهم مفتاح الشقة على طول بيتحركوا لهناك أول ما يدخلوا بنتبهوا على شيء غريب واللي هو إنه جهاز الهاتف الخاص بدارلين موجود في المكان مستحيل هي تغادر بدون ما تاخد معها جهاز الهاتف لأنه هي من ذوي الإحتياجات الخاصة عندها مشكلة في السماع وبتحتاج تليفونها الخاص حتى تتواصل مع الآخرين على الأغلب وبتوصل دورية من رجال الشرطة فعلا بينتبهوا ما في أثار دخول بالقوة للبيت ما في أثاث مقلوب أو زجاج مكسور ما في دليل على حدوث عراق أو حتى شيء مسروب هلا ليش هي غادرت المنزل بدون ما تاخد جهاز الهاتف هو نفس السؤال اللي تساءله والدها ووالدتها خلال نفس اليوم بتوصلهم معلومة من سيدة تعمل في واحد من المطاعم بأنه في ترك مهجور في باركينات المطعم من يومين تقريبا ولما يوصل رجال الشرطة بيعرفوا أنه هالترك خاص بدارلين أكيد هم كان عندهم أمل أنه البحث في هالترك يعطيهم معلومات عن وجود أو مكان وجود هالبنت بيبدو يسألوا العاملين في مطعم البيتزا إذا كانت هي دخلت هالمطعم ما حد بيتذكرها نهائيا هلأ والدتها بتقدم معلومة مهمة لرجال الشرطة اللي هي أنه دارلين بالفترة الأخيرة بدت تحاول تواعد بعض الرجال من خلال الانترنت والدتها بتأكد أنه هي حاولة تتحذر بنتها بأنه بتعرفوا النت وسيلة خطيرة للتعارف فلازم تنتبهي هلأ بيخطر عبال رجال الشرطة الفكرة لخطرة عبالكم واللي هي أنه ممكن فعلا أحد الأشخاص اللي تعرفت عليهم من خلال الانترنت هو السبب في اختفاءها على طول المحققين بياخدوا جهاز الكمبيوتر الخاص في دارلين وبيبعتوه على مختبرات خاصة في الأدلة الجنائية لها علاقة أكيد في الكمبيوتر هناك بيستخدموا برامج معينة لها قدرة على أنه تسترجع تاريخ البحث كامل على الانترنت بالإضافة للمساجات الفورية من خلال برامج معينة فعلا أول ما يبدو يفحصوا هالكمبيوتر بيكتشفوا مجموعة من المعلومات مخيفة واللي هي عبارة عن إيميلات واضح فيها في شخص بيهددها لهاي السيدة واللي هي دارلين لكن بينتبهوا على شيء مهم أنه اللانجوج اللي بتم استخدامها في هاي الإيميلات أو اللغة لغة بسيطة جدا هاي الإيميلات واللي كانت قبل عشر أيام على اختفاء دارلين بتصير انتباه المحاققين من ناحية اللغة الطفولية اللي بتم استخدامها في الكتابة اسمعوا مثلا شو بتحكي أنتي في واحد من الإيميلات بالمناسبة هي تحت اسم سيدة اسمها ويندي سميث أنتي بتعملي مشاكل أنا ما بحبك وأنا بكرهك يعني اللغة بسيطة بيخطر عبالهم فكرة أنه ممكن تكون السيد اللي كتبت هاي الإيميلات أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة وعندها مشكلة في السمع هالأشخاص بالعادة بيعتمدوا على لغة الإشارة فبيكون تعبيراتهم عند الكتابة بسيطة طبعا مش الكل على الأغلب بنحكي ولما يبدأ رجال الشرطة يسألوا الناس والمحيطين عن سيدة اسمها ويندي سميث وبتعرفها دارلين ما حد بيوصل إلها نهائي بيخطر عبالهم فكرة أنه هالحساب مزيف ولازم يتواصلوا مع شركة ياهو حتى تعطيهم معلومات الحساب بالمناسبة الأمور أبدا مش بهاي السهولة فعلا بيبدوا يتواصلوا مع الشركة وخلال هالوقت بتوصلهم معلومات أنه بفترة معينة كانت دارلين تواعد أحد الأشخاص واللي يعمل عامل في المزارع القريبة مجموعة من المحققين بروحوا حتى يبحثوا عن هالشخص واللي هو جيف فلين لما يوصلوا هو نفسه بيكون مختفي لما يسألوا الناس والمحيطين بيأكدوا لهم أنه أبدا مش من عادته أنه يدرك المدينة هالفترة الطويلة خصوصا أنه هو ترك من يوم الخميس خلاصة بتخطر عبالهم فكرة أنه اتنين مع بعض رايحين ويكند لكن أفراد عائلتها بيكونوا مصرين أنه مستحيل هالكلام لأنه دارلين لازم تخبر في حالة أنه هي بدها تبتعد أو تروح لعدة أيام وبعد أربع أيام بيرجع على الشخص اللي اسمه جيف رجال الشرطة بيستدعوا للتحقيق وبيسألوا مجموعة من الأسئلة بيأكد خلال الفترة الماضية هو كان يزور مجموعة من الأصدقاء وما عنده معلومات نهائيا عن مكان دارلين لكن رجال الشرطة بينتبهوا أنه مرتبك وأتوقع أنه هالشي عادي أي حد يقابله رجال الشرطة بدي يكون مرتبك بيفتشوا الترانك السيارة أو الصندوق السيارة بينتبهوا كأنه في بقع دماء موجودة في المكان على طول بياخدوا عينات من هاي الدماء الموجودة في الصندوق وبيحولوها على المختبرات الخاصة وبيكون عندهم أمل أنهم يربطوها بشيء يتعلق باختفاء دارلين لكن المفاجأة بتكون فعلا هو دم لكن مش دم بشري هو دم غزال أفراد عائلتها لما توصلهم معلومات أنه تم العثور على دم أكيد بيكونوا خايفين ولما ترجع توصلهم المعلومات أنه الدم مش دب مشاري بيكونوا مرتاحين لأنه بصير عندهم أمل أنه تكون دارلين على قيد الحياة وبيرجع رجال الشرطة للدليل الوحيد أمامهم واللي هو الإيميلات بتوصلهم معلومات من شركة عن المكان اللي تم إنشاء الإيميل منه وهو منزل في وسط المدينة بيعرفوا أنه يخص سيدة اسمها دافني من ذوي الاحتياجات الخاصة عندها نفس مشكلة دارلين واللي هي مشكلة السمع بتم استدعاءها للتحقيق دافني واللي عمرها 42 عام بتعرفها لدارلين تعرفت عليها من خلال النوادي اللي بيرتادوها عادة ذوي الاحتياجات الخاصة بيواجهوها بفكرة الإيميل في البداية بتنكر وبتحاول تتكلم بطريقة إنه ممكن يكون هكر هو اللي عمل الإيميل رجال الشرطة بيواجهوها خلاص اتركينا من سالفة الهكر إحنا متأكدين إنك أنت اللي عملت الإيميل تحت اسم مختلف وما بيكون أمامها خيار إلا الاعتراف هلأ بتوصلهم معلومات أخرى بتأكد إنه بفترة من الفترات كان في خلاف شديد بين دارلين ودافني في أماكن عامة وأكثر من شاهد أكد هاي المعلومة تقارير رجال الشرطة وشهود العيان أكدوا إنه قبل خمس أيام من اختفاء دارلين بتكون موجودة في واحد من المطاعم هي وسيدة أخرى اسمها سالي أثناء وجودهم في المطعم بتتهجم عليهم دافني وبتبدأ تتهم دارلين بأنها أفسدت علاقتها اللي هي علاقة دافني مع سالي وإنه في بينهم نوع من العلاقة الحميمة اللي هم سالي ودارلين دارلين بتنكر هالكلام وبتأكد لها إنه هم مجرد صديقات فقط دافني كانت عنيفة في هجومها لدرجة إنه ادخل رجال الشرطة وسحبوها خارج المطعم بعد هيك رجعت دارلين وخبرت الأصدقاء والناس المحيطين بأنه هي تفاهمت بعد دافني ووصلت لها فكرة إنه العلاقة بينها وبين سالي هي علاقة عادية جدا وما إلها علاقة بالأمور العاطفية من خلال التحقيق بينتبه المحققين إنه هاي السيدة واللي هي دافني واضح في عندها كمية من الحقد كمية من الغيرة اتجاه دارلين لهيك عطول بياخدوا مذكرة حتى يفتشوا المنزل اللي بتعيش فيه وهناك بتكون المفاجأة والمفاجأة المخيفة جدا وأول ما يوصل رجال الشرطة على المنزل بيشموا رائحة مواد التنظيف بعد شوي بيبدو يشموا رائحة أخرى واللي هي مواد الدهان وهالشي خطير بيوصلوا للمطبخ وهناك داخل سلة المهملات بينتبهوا على علبة زيت ومرسوم عليها من شار أيضا بتم العثور على وصولات تدل على أنه هي بالفترة الغريبة جدا اشترت منشار من واحد من الأماكن المعروفة في المنطقة بيبدو يبحثوا عن هالمنشار اللي اشترته من عدة أيام ما بيكون موجود داخل البيت خارج البيت أيضا بينتبهوا على شيء أنه رائحة مواد التنظيف والدهان كانت مركزة أكثر في الباسمنت أو التسوية لما ينزلوا على التسوية الدهان كان بطريقة غريبة يعني اللون الأزرق هي مستخدمة مدهون في عدة أماكن شوي على الحائط شوي على الأرض شوي على الدرج وكأنها بتحاول تخفي أدلة من خلال استخدام الدهان هلا بينتبهوا أيضا على ملاحظة ذكية على أرض البيت في آثار ممكن تكون آثار منشار وخطر على بالهم السيناريو الخطير اللي خاطر على بالكم حاليا وبالاعتماد على الوصولات الموجودة معهم بالإضافة لمجموعة من الصور من ضمنهم صورة دافني بيبدو يراجعوا للصورات أو المحلات اللي هم رجال الشرطة أكيد اللي بتبيع هاي النوع من المناشير أحد الأشخاص بيتعرف على دافني وبيحكي لهم أنه هي إجت فعلا قبل عدة أيام ومعها زينوت مكتوب عليها أنه هي بحاجة لمشين حتى تقطع الشجر وبأكد السيلزمان أنه هو لف معها حتى يساعدها في اختيار المنشار المناسب وهالسيلزمان بتذكرها بالذات لأنه بتعرفوا هي عندها مشكلة في الكلام والسمع وأيضا لأنه في البداية أخدها على السكشن الغلط وبعدين فهم عليها بالضبط شو بدها أخدها للسكشن الصحيح وبيأكد أنه هي كثير كانت خايفة على موضوع السعر وفي النهاية اختارت أرخص نوع من الأنواع بياخدوا عينة من هاي المناشير أو واحدة منها بيطابقوها مع الآثار اللي وجدت في الباسمنت وبتكون مطابقة من خلال تفتيشهم للباسمنت وفي غرفة خاصة غرفة تخزين بيلاحظوا وكأنه في بقايا لأنسجة بشرية وبقايا عظام صغيرة جدا موجودة في المكان بياخدوا منها عينة وبيعملوا عليها أكيد تحليل الـ DNA بيطابقوها مع عينات مأخوذة من فرشات الشعر وفرشات الأسنان الخاصة بدارلين وبتم التأكد أنه فعلا هي مطابقة على طول بوصلوا الأخبار لأفراد عائلتها من خلال الكنيسة ووالدتها بتحكي أول ما عرفت أنه الكنيسة طلبوا يقابلونها خلاص عرفت أنه بنتي قتلت الأمور الآن واضحة أمام المحققين ورجال الشرطة بأنه دارلين قتلت داخل هاي الباسمنت وقطعت جثتها وتم إخفاءها لكن بتعرفوا الأمور أو توجيه تهمة جريمة قتل بدون وجود جثة بتكون صعبة عليهم جدا أول شي فكروا يفتشوا حاوية النفايات الموجودة أمام المنزل لكن للأسف بيكتشفوا أنه تم تفريقها إحنا بنحكي تقريبا عن تسع أيام عن اختفاء دارلين وما في خيار أمام رجال الشرطة غير أنهم يروحوا يبحثوا في مكب النفايات اللي يمتد على مساحة 470 أكر خمس مقاطعات نفاياتها موجودة في هالمكان وبالتالي أطنان وأطنان منها لكن لازم يحصلوا الجثة حتى تكون قضيتهم قوية ضدها السيدة واللي هي دافني ومع أنه ما تم العثور على جثة دارلين بعدهم في عملية البحث إلا أنه أفراد العائلة والأصدقاء والناس اللي من ذوي الإحتياجات الخاصة بيقرروا أنهم يعملوا لها ميموريال سيرفس بيذكروا فيها الأشياء الجميلة اللي تخص هاي السيدة خلال هاي الفترة رجال الشرطة بيكونوا موجودين في مكب النفايات وما تتخيلوا الوضع شو سيء درجة الحرارة أقل من الصفر هوى بارد جدا روائح كريهة قوارد كل شيء سيء ممكن يخطر عبالكم ومع ذلك كان فيه إصرار من المحققين ورجال الشرطة أنه يعثروا على جثة هاي البنت أول شيء حتى تكون قضيتهم قوية وثاني شيء إكراما لأفراد عائلتها حتى يدفنوها في مكان ويزوروها من وقت لآخر وبعد خمس أيام من عمليات البحث المتعبة والمضنية بيتجدد الأمل عند رجال الشرطة لما يعثروا على بقايا آدمية هي الأقدام بالإضافة لجزء من الجذع للأسف خلال عملية البحث أيضا بيتم العثور على قطع من سجادة وأيضا على سويتشرت عليه إشارات لغة الإشارة دليل على أنه الشخص اللي ممكن قتل هو فعلا إله علاقة بالأشخاص ده والإحتياجات الخاصة على طول بيتم تحويل السويتشرت على مختبرات الأدلة الجنائية وهناك بيتم العثور على اثنين دي أن اي من الخارج كان دي أن اي اللي يخص دارلين أكيد لأنه من دمها من الداخل كان في دي أن اي من خلال الخلايا الجلدية ولما طابقوا مع دافني كان مطابق وبعد فترة زمنية وعلى بعد 25 ميل في منطقة مينيسوتا أحد العمال بيكون يشتغل بيعثر على بقايا على الأغلب هي بقايا آدمية بيبلغ رجال الشرطة اللي فعلا بيحصلوا جمجمة بالإضافة لجزء من الجذع على طول بيحولوها على مختبرات الأدلة الجنائية ومن خلال فحوصات الدي أن اي بتم التأكد أنها تخص دارلين تقرير الطبيب الشرعي بأكد أن الجمجمة موجود عليها آثار تدل على أنها تعرضت لضربة قوية على منطقة الرأس بعد هيك واضح أن الشخص اللي قتلها وضع كيس معين على الرأس ربطها بمنطقة الرقبة بسلك معين وتم التأكد أنه هالسلك الموجود هو في نسخة منه أو جزء منه موجود في منزل دافني وهي كل الأدلة تشير إلى أنه هي اللي قتلت دارلين وهلأ خليني ألخص لكم القضية من وجهة نظر المدعي العام المدعي العام بيأكد أن دافني كان عندها إحساس أن دارلين أفسدت علاقتها بصديقتها سالي بدعتها في مرة من المرات حتى يتناولوا طعام الغداء أو العشاء في المطعم ولما وصلت هناك أقنعتها أنه خلاص بلاش نكون في المطعم خلينا نروح عندي على البيت أول ما وصلت على البيت ضربتها ضربة قوية على منطقة الرأس سحبتها على البيزمنت وبعد هيك كملت المهمة بالطريقة السيئة اللي أكيد أنتو عارفينها الدافع بالنسبة للمدعي العام هو الغيرة الشديدة لأنه شكت في طبيعة العلاقة بين هالبنتين مع أنه كل التقارير تؤكد أنه أبدا هالكلام غير صحيح في النهاية توجه إلها تهمة جريمة القتل من الدرجة الأولى وكان ممكن تحصل عقوبة الإعدام لو لا تردد بعض أعضاء هيئة المحلفين وفي النهاية هي وجدت مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليها بالسجن مدى الحياة كان عندها محاولة للاستئناف بناء على مجموعة من الأفكار أولها أنه خلال التحقيق معها هي طلبة محامي أكثر من مرة وتم تجاهل طلبها هلأ في فكرة ثانية أنه الترجمة ما كانت صحيحة بلغة الصم والبكم خلال المحاكمة وأيضا خلال التحقيق الفكرة الأخيرة اللي بيحكي فيها المحامي أنه هيئة المحلفين ما كانت مختارة بعناية ما بتمثل جميع أفراد المجتمع وهو يقصد الأفارقة ما كانوا موجودين في هاي الهيئة وكأنه صار نوع من التمييز العنصري ضد هاي السيدة وفي النهاية دافني خسرت جميع محاولاتها للاستئناف ما زالت حاليا موجودة في السجن حتى العام 2021 كانت هاي نهاية قصتي لليوم بتمنى تكون عجبتكم ياريت لو عجبتكم ما تنسوني باللايك والاشتراك في القناة إلى اللقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر